في حلقة النهاردة هنتكلم عن الكورونا فايتر عبارة عن لعبة بسيطة جدا فيها سبريت بيبدأ ان هو يتفادى الفيروس ده عن طريق حركات معينة واللي بيحصل في العادي ان احنا بندى نتفادى اي عدوة موجودة مفروض ان احنا بنعمل ده وبنبدأ نتفادى الحاجات اللي موجودة حوالينا وبنبدأ نصمم ده ونطبقه في خلال لعبة زي اللعبة اللي احنا هنعملها النهاردة وهي كورونا فايتر دعالوا نشوف مع بعض اللعبة بتاعتنا عبارة عن ايه اللعبة بتاعتنا بنقدر نلعبها باستخدام الكيبورد وبنقدر كمالين احنا نبرمج السبريت بتاعنا ان هو يتحرك بالاسهم وطبعا احنا عارفنا نعمل ده ازاي لو جيت شغلت اللعبة بتاعتي هلاقي ان عندي فيه سبريت بيبدأ يتحرك باستخدام الاسهم وعندي مجموعة من الاسبريت كأنها فيروس كورونا تبدأ تتحرك في اتجاهه وعندي فيه متغير اسمه الهيلث او الصحة بتاعته بيبدأ ان هو يقل لما يصاب بمرض الكورونا ولو فضلت واقف الفيروس هيجي في اتجاه الاسبريت اللي هو مفروض الفايتر اللي بيبدأ يتفادى العدوى والصحة بتاعته او متغير الهيلث بيبدأ يقل معاه واحدة واحدة وطبعاً الباكدروب اللي موجودة يعني نوعاً ما بنختارها برضو بنقدر نتحكم فيها ولكن خلينا قبل ما نبدأ نتعلم اللعبة بتاعتنا هنعملها ازاي خلينا نتفق على ثلاث حاجات اساسية احنا كلنا عارفينهم عشان نبدأ نعمل اي لعبة او قصة او اي برنامج عن طريق اي لغة برمجة لازم نمشي بتلاث خطوات اساسية واول خطوة وهي الديزاين لازم اختار السبريتس المناسبة والباكدروبس المناسبة عشان تعبر عن اللعبة بتاعتي بشكل احترافي تاني حاجة الفلوت شورت الخطوات اللي بمشي عليها عشان انفز اللعبة بتاعتي عشان يطلع لي في الملاخر الناتج المزبوط وتالت حاجة وهي الكودنج واتفقنا ان الكودنج انت ممكن تعمل كود باستخدام بلوكس معينة وانا استخدام نفس البلوكس ولكن انت تطلع نتيجة وانا طلع نتيجة ده ليه؟ لان احنا ممشيناش على نفس الخطوات اللي هي الفلوت شورت فالتلات حاجات دول دايما متسلسلين ورا بعض ومرتبطين جدا ببعض لازم ننفذهم مع بعض وبشكل دقيق جدا ويبقى كل الحلول والخطوات خطوات منطقية تعالوا نشوف مع بعض هنقدر نعمل اللعبة بتاعتنا ازاي خليكم مستعدين وفتحوا سكراتش عشان نطبق خطوة بخطوة مع بعض جاهزين؟ يلا بنا شوف الحلقة كاملة على قناة مدرستنا بريك تايم على اليوتيوب